ومن تعز إلى عدن حيث نظمت نقابة البنك المركزي اليمني في العاصمة الموقفة عدن وقفة احتجاجية منددة بإلغاء قراراته لإنقاذ القطاع المصرفي من ميليشيا الحوثية الإرهابية المحتجون أكدوا أن قرارات البنك سيادية ولا تهدف لوضع حد لعبث ميليشيا الحوثي بالاقتصاد الوطني نفتنا هذه دعم الغرارات التي اتخذها محافظة البنك المركزي أحمد غالب وهي قرارات سيادية تخص القطاع المصرفي ولا يمكن التنازل عنها ولكن نأسف للضغوط التي مرست على مجلس القيادة الرئاسي وكذلك قبل مبعوث الأممي وعلى إدارة البنك المركزي للتراجع عن هذه الغرارات كانت هذه قرارات سيادية تخص القطاع المصرفي ومحافظة البنك المركزي ولكن للأسف تم التنازل عن هذه الغرارات وتم إضافة نصر ثاني للميليشيات الحوثية بعد الانتصار السابق باتفاقية ستوك هلم على ميناء الحديدة نتينا اليوم لوقف احتقاقية أمام البنك المركزي تضامنا مع محافظة البنك المركزي المعبقي بسبب التدخلات التي حصلت من قبل الأمم المتحدة خرجنا تأييد لقرارات المحافظة المعبقي نعبر عن رأينا برفضنا للتدخلات الخارجية هل تتحصل على البنك المركزي؟ نرفض أي تدخلات خارجية من مبعوث الأممي نعلم هل الحكومة معنا أو ضدنا؟ هل هي مع الشعب أو لا ضده؟ الألف السعودي الآن وصل إلى 500 ألف الشعب فيه رواتب ناس معهم من 70 و60 ألف أيش بيقع له هذا؟ اللي معه أربعة خمسة ستة أطفال بالمدارس كب يعيش؟